أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين من لجان الفصل في المنازعات بإدانة ثلاثة مخالفين بمخالفة نظام السوق المالية إضافة إلى مخالفة لائحات سلوكيات السوق وقامت بإلزامهم بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت أكثر من 115 مليون ريال إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم بقيمة مليونين وخمسة وأربعين ألف ريال وتضمنت القرارات إدانة سلطان وعبد الله وفهد بن عبد العزيز البنيان بمخالفات في سوق الأسهم وإلزام فهد وعبد العزيز البنيان بدفع 55 مليون ريال لمكاسب غير مشروعة